اشتركوا في القناة هاي اللي امامكم مدينة المحمرة وهذا الجسر القوسي اللي قصف الجيش العراقي اثناء تقدمه لمدينة المحمرة. طبعا مثل ما شوفون هذا اللي امامكم هو نهر الكارون. هاي السفن الواقفة به. هذا نهر الكارون من جهة اليمين هسه. هذا شط العرب. شوف اخوان هجا يحاول اقرب لكم عليها شط العرب مقابل جزيرة ام الرصاص مباشرة. يعني هسه هذا النهر وجه مني ينتهي ب ام الرصاص. هذا شارع القمارق يسموه هما. الايرانيين. وهذا اللي امامنا الان هو المتحف من الخارج. وهي السيارات طبعا من ضمن المتحف. سنحاول نتخلع احنا. حتى نحكي لكم عن قصة هذه السيارات. المتحف طبعا مفتوح. اي واحد يحب يزوره. يعني يروح للمحمرة. المتحف مفتوح. خصوصا للعوائل. يعني اذا اكو عوائل هنا موجودة يدخلون عادي. وينفتح ايضا بفصل الربيع. بعياد النوروز هما خاصة. السيارات اللي امامكم. هاي هي سيارات نوع شوفر ليت. على ما اظن. هذي كان يستخدمها جهاز المخابرات الايراني. فلما استولى عليها الجيش العراقي. ركزها على وجهه. وخلاها شاخصة امام سكان المحمرة. كرسالة مبطنة منه انه الجيش العراقي ما جاي ينهب وياخذ المعدات والاليات الايرانية. وانما جاء بذريعة انه جيش محرر من الاحتلال الايراني لمنطقة عربستان. هس احنا دخلنا للمتحف. هذا المتحاي على يميننا. اخوان هاي مقبرة الشهداء العراقيين. هنا اكو شهداء عراقيين دفنوهم هنا. طبعا هي ارض مستوية بس اه هنا هي مقبرة الشهداء. الفيديو طبعا اه هذا باقتراح احد السادة راسني على الخاص. وقال لي اكو متحف. ودزلي مكان اللوكيشن مالته. وبناء على طلبه راح تصورته الى. اتمنى الان هو يشاهده. انا ما احب اذكر اسمه لعله هو ما يريدني اذكر اسم حضرته. مثل ما اشاهدون اخوان هاي البنايات هي نفسها كما هي. ما اغيروا بها شي. الحيطان نفسها السيارات نفسها. وهم اضافوا لها يعني اه لقطات درامية. احطوا اه شوفوا هاي اشخاص يعني تماثيل مع الجنود. هذا الشظة اه موجود اصلا اثناء الحرب. شوفوا هنا منجاو الجيش العراقي كتبوا وجعنا لنبقى. والكتابة الثانية ام عربية واحدة. العفو. يمكن ام عربية واحدة ذات رسالة خالدة. المهم هاي مقاومة الطائرات والراجمات العراقية والمدفعية العراقية. هاي كلها الاليات عراقية. كلها الاليات عراقية اشتركت بمعارك اه المحمرة. وهذه سشوف اخوان القواني. اللي باني من ها السواتر هاي كلها حقيقية يعني من زمن المعارك كانت مسوينها مواضع محصنة. هما نقلوها باعتبار هاي اكثر منطقة متضررة بالمحمرة. اه هذا النخيل ايضا اخوان اه النخيل هذا احترق اثناء المعركة. وهم ايضا اه خلوه شاخص. هم خلوه له صبات وخلوه شاخص مثل ما تلاحظون اخوان. اه خلوه شاخص كاثار عن دموية هذه الحرب. طبعا معركة محمرة دارت. المعركة المفصلية هي كانت با سنة الف وتسعمائة و ثنين وثمانين. اللي بعدها انسحب الجيش العراقي الى الخطوط الحدودية الدولية المتفق عليها سابقا. ديش البناية هي بناية المخابرات الايرانية انا ذاك بقوها كما هي بعدها باثارها ويعني بناية متروكة ومناشرين هم صور عن مقاتليهم ومخلين بالمتحف بالداخل اذا قدرنا ندخل هم نصور واذا ما قدرنا ندخل راح اخلي انا بصور اخرى يعني صور فوتغرافية وشوفكم شنو داخل المتحف طبعا بعض الصور رانا مصورها وبعض الصور جبتها من الانترنت على مود تكمل الصورة الغاية من ساحب هذا الصور وضحة في هذا الفيديو هو لاكمال الصورة اخوان هذا النخيل اللي احتيت لكم عليه قبل قليل وهي المدفعية العراقية وبعد قطعات عسكرية عراقية ثانية موجودة ايضا بهذا المتحف طبعا مثل ما قلت لكم راح بنهاية المقطع راح اه اشوفكم هذي الصور اللي قلت لكم عليها من داخل المتحف اه طبعا احنا راح نستمر بوثاقياتنا باكمال المدن اللي تقدم له الجيش العراقي اثناء تقدمه لقليم عربستان وبعد ما نكمل ان شاء الله من اه فيديوهات التقدم اكو حلقة ايضا عن اه المحمرة عن دخول الجيش العراقي الى المحمرة وراح اشرح لكم عن الطرق اللي اسلكها ودخل من عدها الجيش العراقي في معارك تقدمه سنة الف وتسعمية وثمانين بعد ما نخلص معارك التقدم مثل ما موضح لكم انا بالفيديوهات السابقة راح نطرق الى معارك الانسحاب طبعا ايضا هم راح نطرق الى معارك قبل ما قبل الانسحاب بسنت ال هي مو معارك فعلية يعني مفصلية وانما جيوب من المقاومات الايرانية استمرت من الف وتسعمية وثمانين لغاية الف وتسعمية واثنين وثمانين لما قدم الجيش الايراني وحسب بالتفاقيات طبعا تقدم الجيش الايراني باعتبار الجيش العراقي قرر ان ينسحب من الاراضي الايرانية وهناك حثة معارك الانسحاب راح نتناول معارك الانسحاب باسهاب ونتحدث عنها ونذكر المصادر اللي جبنا منها المعلومات حتى نقطع النزاع اخليكم ويا الفيديو الان اترككم الان ويا الفيديو متبوع بصور من داخل المتحف اتمنى ان ينال اعجابكم واتمنى من السادة المشاركين ان يرفضونا معلوماتهم عن هذا المكان بناية المخابرات هاي هي اللي امامنا هنا دارت هاي المعرك على الجسر القوسي واتمنى المزيد من التفاعل لان بصراحة انا الاسبوع الماضي ما نشرت اي شي عن هاي من هاي السلسلة لانه بصراحة التفاعل ما يشجع لانه جاي اتعب وابذل جهد واتفاعل مع الفيديو ما جاي يجيب الهدف المنشود فاللي ارجو منكم ان تفاعلوا ويا الفيديو يعني زر الاعجاب ضغطون علي او تعليق ومشاركة مشاركة المقاطع مع الاخرين تحياتي لكم ونشوفكم المقطع جاي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة